كل فلسطيني سيشارك ليكون إلا خائنا ومتعاونا مع الأمريكيين والكيان الإسرائيلي هكذا يرى الشعب الفلسطيني حكومة وشعبا المشاركة في مؤتمر السلام الاقتصادي المزمع عقده في العاصمة البحرانية المنامة خيانة لا تجد فيها السعودية والإمارات أي حرج والمثير للعجب أن التخطيط والتآمر وصولا إلى التلبية السريعة للمشاركة في المؤتمر تتم تحت عنوان مزعوم وهو دعم المملكة للقضية الفلسطينية تلبية الرياض وأبوظبي للمؤتمر الاقتصادي الهادف لإطلاق قاطرة تطبيع جديدة مع الكيان الإسرائيلي شجعت عراب الصفقة جاريد كوشنر على القيام بجولة لدول شرق أوسطية للترويج للمؤتمر كوشنر وبعد أن ضمن تسديد أبوظبي والرياض لتكاليف المؤتمر التي تناهز 168 مليار دولار حسب ما ذكرت صحيفة هاريتس شجعه حماس أبوظبي والرياض لحضور مؤتمر المنامة على الترويج للصفقة في عواصم عربية أخرى فبعد لقائه العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان الأربعاء سيسافر صهر ترامب وكبير مستشاره إلى المغرب إلى جانب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرامبلت ومستشاره براين هاك لمحاولة إقناع المسؤولين المغاربة بالحضور في المقابل حذرت الفصائل الفلسطينية الرئيسية من مؤتمر المنامة وتبعاته على الفلسطينيين والمنطقة وقالت في بيان صدر عن لجنة المتابعة التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية الرئيسية إن مؤتمر المنامة ورشة عمل تصفوية تحت عنوان مضلل وهو السلام من أجل الازدهار واصفا المؤتمر بالمحاولة الأمريكية لتمرير المرحلة الأولى من مؤامرة صفقة القرن النسخة الجديدة من شركة كوشنر وشركاه المعروفة بعدم النزاهة كما تقول أهم المواقع الأمريكية ومنها لابلوغ تعتمد نفس ممارساتها المشبوهة المعتادة مدعومة بدعم سعودي سعيا لإجبار الفلسطينيين على الخضوع للهيمنة الإسرائيلية الدائمة رجل الصفقات يقولها علنا حق تقرير المصير يباع ويشترى ولا سيادة للشعب الفلسطيني على وطنه فيما يفرش الخليجيون السجاد الأحمر لكوشنر وشركائه مقابل ما يقولون أنها مجرد فوائد محتملة للفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر